موسيقى موسيقى يتماكن الأمر يقعدوا مع بعض تفهموا مع بعض اللي اتنين حقيقة اللي اتنين هي مش مستحملة وهو برضو ما بقاش يعتمد عليه قوي في المسؤوليات وكلام ده هو غالباً احنا الجيل بتاعنا ده اللي هو بتعمله للسبعينات ومطلع التمانينات هما الجيل اللي تسبب في زيادة معدلات الطلاق بشكل أباقر لأنه مكناش بنسمع أن المعدلات دي زيادة على الجيل بتاع أبائنا وأمهاتنا ومن ثم طبعا أجدادنا وجداتنا إلاخ 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 ليه الجيل بتاعنا تحديدا ما عنديش إجابة حقيقية أو واضحة أو عميقة أو مدققة أو محققة بس خلونا الأول نجدد الترحيب بضيوفنا لأعزاء دغل الستوديو دكتور مونة حمدي استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والأسري أهلا بك يا دكتور إزاي الصحة كله تمام أهلا بحضرتك دكتور عاصم جاد خبير قانوني في قضايا الأسرة إزاك يا دكتور؟ الحمد لله دكتور عاصم سألني اللي تفتكر إيه السبب بتقوله غالبا شوية عيال يعني المسألة متعلقة بأنه الظهر كده على ما يبدو بس صححني ببدو حتى اللي بتشوف ده جوه قاعة المحكمة تمام الولاد دول اللي هما من جيلي والأصغر وما إلى ذلك هو واضح أنه وهم بياخدوا قرار الجواز مش عارفين وما مقبلين على الإيه دا حي أو مش فاهمينه أو مش درسينه دا حي طبعا يوسف بيه اللي ساعتك بتتكلم فيه ده هو ده لب الموضوع وده أساسه ونعوذ إليه برضو سوق الاختيار سوق الاختيار وغياب التكافؤ ما بين الأطراف مسئولية أنه يكون بيت مسئولية أنه يكون حياة زوجية ما عندوش قابلية أنه يغير حياته من شاب لوحده وهي السأنسة لوحدها لأم وزوجها وهو أب وزوجه بيتفاجأ الشخص أو السيدة أنه هو تحول حياته 180 درجة لنوع معين من الالتزام نوع معين من المسئولية تكبد معاناة الحياة أنه هو يكون ملتزم أنه هو يكون بعدد أكل معين بشرب معين بمتطلبات حياة بمتطلبات أطفال كل دو بيؤدي أنه يكون الطرف الزوج أو الزوجة لو ما كانوش على مدى من المسئولية الكاملة لتحمل ذلك مش هيكون في حياة زوجية ومش هيكون في تكافق ومش هيكون في استمبرارية أصلا للحياة الزوجية فبتشوفوا في قاعات المحاكم أنه الخلاب بيبقى أساسه كده فكرة استعدادهم وقدراتهم اللي اتنين على تحمل مسئولية مؤسسة الزواج لما بتيجي تساعدتك بتبحث الحالات على كل حالة على حدة بيكون السبب الظاهر شيء يعني مثلا بيكون باحتة تططط الطرق للضرر للسوق العشرة لسوق المعاملة للضرب لكن ساعتك لما بتبحث أصل الموضوع هتلاقي عدم المسئولية وعدم تكافق المسئولية وعدم التدريب أو التمهين أو أنه ياخد قرار بالزواج هو أو هي ما كانش بناء على أساس أنه هو دارس لأنه نعتبر أن الزواج ده برضو يوسف به مشروع زي أي مشروع لو ما كنتش أنا بدرس مشروع وبدر دراس الجدواء وبدرس أنه إزاي حيقومه إزاي أخليه الاستمرارية وإزاي يكون أكبر وأحسن من البيت وأسرة وأولاد متعلمين تعليم كويس وزوجة متعلمة تعليم كويس وإلى خدافه هيكون طبعاً زي أي مشروع من المشروعات ما قاله الفشل طيب هنا أروح لدكتور مونة دكتور مونة كاستشاري في الإرشاد الأسري والنفسي وما إلى ذلك بتشوفي أنه فعلاً هي دي المشكلة اللي موجودة عند الأسر المصرية المؤخراً يعني زي ما كنت بقول في الجيل بتاعي والجيل الأصغر وما إلى ذلك ولا إنه هناك أسباب أخرى لا هو مبدئياً أنا محب أتكلم عن ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق بالشكل المتزايد الراهيد ده بحب أتكلم عن إن جنرال في كل العلوم بما فيها للطبيعية والتطبيقية إنسانية اجتماعية لا يوجد ظاهرة وحيدة السبب هناك مجموعة من الأسباب بتتضافر عشان تطلع الظاهرة اللي قدامنا دي ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق على فكرة مش في مصر بس لا في الدول العربية كلها معدلات الطلاق مرتفعة جداً ولكن في مصر يمكن تكون في المقدمة طيب لما نسأل سؤال طب هو وإيه السبب في الظاهرة دي؟ أنا أحب أقول لحضرتك إن أنا حط أربع نقاط أساسية وحط عليهم فوكس قوي نمبر ون مؤثرات العصر مؤثرات العصر بمعنى أي؟ كل عصر ليه مؤثرات ومفردات وعناصر بتخلي الشخصية بتكون الشخصية بتاعت الشابة أو الشابة أو ابن هذا العصر يعني هل الفتى والفتاة أبناء الستينات والخمسينات والأربعينات الراي المنمك المثقف اللي كل هدفه في الحياة المعرفة والثقافة والوظيفة والنجاح في الوظيفة زي الشاب اللي دلوقتي؟ طبعاً فيه اختلاف فظيع طب إيه مؤثرات العصر اللي موجودة دلوقتي؟ وحب أقولها نمبر ون المؤثر الأساسي اللي بيسبب زواهر كتير عدوانية وغريبة على مجتمعنا هو السوشال ميديا والإنترنت عصر الصناعة والثورة التكنولوجية حضرتك فيه أبحاث ودراسات كثيرة جداً اتعملت وكتبت كتبت في الدول الأجنبية ملخصة إيه ومن أشهرهم كتاب The Shallows اللي إذا كان الناس عارفينه اللي هو السطحيون بيكلم عن إن السوشال ميديا والإنترنت والتكنولوجيا بتأثر على بنية الدماغ يعني إيه بتأثر على بنية الدماغ؟ يعني أنا السوشال ميديا والإنترنت بتحفز إن الإنسان يبقى مشتت بتحفز إن الإنسان ما عندهش تركيز بتأثر على مراكز اللي في الدماغ الخاصة بالتحكم في العاطفة والتحكم في الفعلات وإصدار الكرارات كمان بتحفز إن الإنسان يبقى عنده تملمون سريع بص تلاقي الجيل الجديد ده ما يقدرش يعمل حاجة لفترة طويلة آه عيال زهقانين كلنا اللي خضع ليه تعاطي السوشال ميديا والإنترنت بشكل حد الإدمان هو أصبح شخص بنيته الدماغية تم تغييرها إلى التشتت عدم التركيز كمان بتأثر على مركز الكراءة فيه مركز في المخ مسؤول عن الكراءة فلذلك محدش بيعرف فيه قراءة دلوقتي وبنكتاب ومثقافة السماع والمشاهدة آه بقى ليه بقى لإن قالك إن السوشال ميديا أصلا متصممة هي أصلا متصممة عشان كده هي متصممة عشان تلغي لك دماغك هي متصممة عشان تخليك عصبي متصممة عشان تخليك مش مركز متصممة هي متصممة للشعوب العربية عشان تعمل فيها كده فدي نومبر ون كمان بتحفز اللي اكتئاب ما هنقول بقى بس إحنا عندنا بقى ما بنتهمش السوشال ميديا كده ونحطها في القفص لأ إحنا بنحط معاها سوء استخدام نحنا صح التعاطي المفرد الشكل اللي بيأثر على حياتنا وإن إحنا بقينا عايشين حياة مصطنعة حياة استعرضية شو طول الوقت إحنا مركزين في إن إحنا نصغر اللي إحنا عايزين نقوله للناس فده بيعمل اكتئاب بيعلي الإيجو هو لما هما بيقفوا قصاد بعضه بيتحملوش ربع وسببه إيه إنهم أصبحوا عصبيين أصبحوا سقف توقعاتهم عالي جدا أنا بشوف طول الوقت في السوشال ميديا وتطبيقاتها إنستجرام وتويتر وتيك توك ناس براقة وبتلمع وجميلة فأنا عايزة في الحياة الحلوة دي بتفسحوا بيروحوا بييجوا بيأكلوا فده بيعمل حاجة اسمها تنافر معرفي التنافر المعرفي ده التنافر المعرفي ده معناه إيه إن أنا بقعد طول الوقت الإنسان أصلا مولود مبرمج على المقارنة نفيش حد فيه ما بيقارنش فيبدأ يعمل التنافر المعرفي يقارن ما بين وقعه والواقع اللي شايفه على السوشال ميديا فيجيله اكتئاب يجيله عدوانية يجيله طاقة مكبوتة يجيله طاقة إنه هو عايز يغير حياته فكل ده بيحصل إيه بقى؟ الإيجو بتجبر طب ما يغير حياته بس ما فيش حد ضد إن فكرة أنت تغير حياتك إلى ما هو أكثر إيجابية ما أنا حكمل لحضرتك فكرة السوشال ميديا هي بقى إيه حفزت إيه حفزت إن أنا شخص متمركز حول ذاتي إن أنا شخص الإيجو بتاعي متضخمة فبالتالي أنا وكلامي أنا ورأيي أنا وتسلطي أنا فهي بتحفز النارجسية والإيجو فبالتالي بس تلاقي الزوجين يجوا يقفوا قصاد بعض هي مش عارفة تتنازل هو مش عارفة يتنازل لإن الإيجو عندهم متضخمة من اللي هم بيتعرضوا له دي نمبر ون نمبر تو دي مهمة جدا جدا واللي دكتور عاصم يتكلم عنها وتقالت في التقرير فكرة عشوائية الزواج بمعنى إيه؟ إحنا بنتعامل مع الزواج في هذه الأجيال على طريقة اللي هو ميل تايم وقت الواجبة إنت جيه وقت الغداء يلا قومت غداء زي منه نبقى في الفندق ولكن وقت الفطار تجيه معادة جوز بقى في الله يتجوزه وقت الفطار إلحق الفطار في الفندق اللي حيفوتك فبتقوم تفتر حتى لو أنت مش جعين فنفس القصة وفكرة برضو طريقة الديدلاين أنا دلوقتي خلصت جمعة يبقى ده حان الوقت أنا نازم أتجوز جوز طيب يبقى وقت الخلفة طب هل أنت عندكو بقى السبب الثالث عندكو فكرة الوعي وثقافة الزواج والحب هل أنت تعرفت على نفسك هل أنت فهمت نفسك هل أنت عرفت احتياجاتك وحددتها علشان تبتدي تحدد أهداف الطرف الآخر أنت حققهاله وهو يحققهالك ولا لأ حقق أنت عارف أهداف منظومة الزواج نفسها طب عارف واجباتك ومسؤولياتك لو أنت جيت سألت أي حد سؤال بسيط جدا هو أنت بتتجوز لي حتبصت لأيه يعود يفكر كده ويظن وانت خرقت واشتغلت تتجوز بقى ويظن ويقعد يدور على الإجابة في دماغه وبعدين في الأخي يقول أنا لازم أتجوز طيب أنا عشان أنا عايز أكون أسرة طب أنا عايز أجيب أولاد طب أنت هل أنت كف أن تكون رب أسرة هل أنت كف أن تربي أطفالك فقادي رقم ثلاثة رقم أربعة بقى مظلة العيلة التي اختفت اللي كانت موجودة زمان وكانت بتضلل على الزجين ويبقى فيه كبير عيلة بيقول في صح وفي عيب ويبقى أنت ليه كبيرك الجيل الجديد ملوش كبير كبيره دماغه تمام نيجي بقى لفكرة غياب الوعي والثقافة إحنا عندنا تعليم شهادة موثقة إننا نتعلم لكن لا يوجد تعلم ولا ثقافة ولا معرفة ولا وعي فإذا غاب الوعي طب أنا ما عنديش لا نطج عقلي ولا انفعالي أنا هختاري إزاي أصلا هيبقى فيه عدم نطج في الاختيار فيه عدم نطج في الحياة الزوجية عندي سقف توقعات عالي أو في الزواج داخل عايزة أتبسط وتصور وأعمل ترند وأعمل حفلة وأطلع على السوشال ميديا لكن فين جوهر الزواج مش موجود غير كده تبص تلاقي مثلا الأزواج عندهم التوقعات الخرافية اللي هو أنا داخل أنا في فترة الخطوبة اللي هي فانتازية الخطوبة إننا طول الوقت قاعد بلصا في الخطوبة قاعد أستعرض وقاعد أداري وقاعد أخبي وقاعد أعمل كل الحاجات اللي من قبيل من الطرفين من قبيل ما أمشي الزواج ومن الأحل كمان في النهاية بيخشوا يكملوا يلاقوا نفسهم كل اللي هم التوقعات الوردية بتاعتهم اللي هي إيه ده حيتغير هو فيه تغيرات جزرية من شخصة دلوقتي حيتغير جزريا بعد الزواج والتوقعات الوردية كمان في الحياة نفسها اللي مش عارفينه الناس إن الحياة الزوجية 80% مسئولية وواجبات وحقوق 20% فقط متع واستمتاع وال20% متع واستمتاع متوقفين على 80% هل أنت أديت مسئوليتك واجباتك وخدت حقوقك فإذا أنت راضي فهتعرف تاخد الع20% اللي هي تمتع واستمتاع لأن أنا ما أخد حقوقي منك كراجل وإنت تاخد حقوقي مني كزوجة هيحصل في رضا هيحصل في تفاهم فبالتالي الرضا والتفاهم والحب هيوصل لإيه؟ للاستمتاع نفرح بقى نفرح بقى طيب أنا هستأزمكم هروح لفاصل عشان نكمل فرحتنا بهذا الفاصل اللي علي ونرجع نكمل الكلام مرة تالية مع دكتور عاصم ودكتور مونة استنونا لو سمحت طيب خلونا نجدد كل الترحيب مرة تانية بدكتور مونة حمدي ودكتور عاصم جاد وأعود مرة تانية لدكتور عاصم دكتور مونة زي ما كنا بنقول في الفاصل أول ستة انصفنا يعني وقلقت أنه ألعب على الجوز راجل وستة بمتال انصف بمتال انصف بان شكورك بارك بارك الله فيك بس هي كمان داست قوي على زرار السوشيال ميديا ونتائجها على الأسرة المصرية بتشوفوا ده دكتور عاصم كقانونيين ومحامين الحقيقة مؤخرا وعلى مدار الخمس سنين اللي فاتوا بدأ يظهر جرايم معلوماتية وبدأ يظهر مشاكل وأثر للسوشيال ميديا داخل البيت المصري وداخل الأسرة المصرية مما كان لها رد فعل وانعكاس سيء على حالات الزواج في مصر فأصبح موجود داخل المحاكم وداخل أرواق المحاكم مشاكل كان سببها السوشيال ميديا وسببها زوج بيشتكي من زوجها أن هي قاعدة وقت طويل جدا مش فاضية اللي بيتها أحيانا يقول لك أنا شايفك على طول أونلاين ومش موجودة ومش متواجدة مع البيت وقال على الأولاد الأمور دي طبعا لأنه ما بيوجدش الكلام دو من جوه تككيف قانوني يعمل بيه طلب أو ريكوست أو كومبليل للمحكمة أو شكوى أنه يلفع بيها قضية فبعد كده بيبنلك هذه التفاصيل أثناء تداول الدعاوي أصلهية مش فاضية أصلهية بتقعد على النت كتير أصله هو على طول أونلاين أصله هو من الطرفين يعني بيعوز السوشيال ميديا من الطرفين وده بيبين أن الفئة العمرية للأسباب أحلات الطرق لمصر اللي بتتروح من فئة الواحد وعشرين عاما حتى الاربعة وثلاثين والخمسة وثلاثين سنة عدم نتك وهما الصغيرين في سنة اللي هما عندهم أو أعيز أعيز للأمر أن اللي عندهم قابلية للتعامل مع السوشيال ميديا طبعا الناس اللي أكبر من كده سنا فطبعا ما يعرفوش ما لهمش في التعامل مع الميديا يأصبح تإدمانك جميع دلوقت بزفت سيادة بزفت فأصبح يعيز الأمر للسوشيال ميديا لها دور سيء جدا ما لم يضبط التعامل معها وكان لها أثر سيء وأثر مباشر على الضرر بالأسرة المصرية والضرر بالبيت المصري وده اللي بدناها جوه اللي بحاكم خاصة في الفئات العمرية اللي ذكرت لسيادتك لأربعة وثلاثين لأربعة وثلاثين ودي إحصائيات دي حد يتجاوزوا عنده أربعة وثلاثين سنة في بعض الريف الريف بيكون في حالات الزواج أسبق من هنا من القاهرة والمحافظات والأقاليم لسه الحكاية دي مبورة ما زالت ما زالت هو بيتخرك سواء من مدرسة أو من دبلوم أو من جامعة شيء في حياتك أول حاجة الفرد الثالث بعد الجيش وبعد التجاوز لازم يتزوج فما كانش عنده دياً لها أي نوع من أنواع الدراسة أو أي نوع من أنواع البحث في الأمر أو إزاي هكون أو إزاي هكون زوج أو إزاي هكون وعلى الطرف الآخر برضو هي مجرد أن هي عايزة تطلع من بيت أهليتها وتعيش حياة مستقلة فبيكون أول واحد بيخبط على الباب يا أهل دون الأرض أولونا دراسة الأمر أو وجوده أو معارفة أسبابه أو معارفة آليات نجاحه ما بيتوجدش خالص وده اللي بيبين لنا داخل أرواقة المحاكم أن في بعض الأحيان أن بعض الأطراف ما بتبقاش عارفة السبب الحقيقي لطلقها هم يعني لي هم نفسهم مش حطينا إيدهم على سبب مالنوس خالص 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 يا فاند أنا مش مبسوط أنا مش مبسوط أما بيجي مثلا نحيل الأمر المكتب تسويسة المنزعات الإنسانية وهي مرحلة من مراحل مقابلة تقادي بيجي يعرض الأمر الخبير النفسي أو الخبير الاجتماعي أو الخبير القانوني على الطرفين ويكتب تقريره استحالة التسوية ما بين الأتنين لا ده عارف إيه السبب ولا عارف يحط إيده عليه والطرف الآخر برضو ولا عارف إيه السبب ولا عارف يحط إيده عليه يعيز الأمر أمام القضاء أمام القضاء القضاء هيحكم ده مش حال تاني حتى لو أحلت في المحكمة الدعوة للتحقيق وسألت أطراف النزاع برضو مش هعيز الأمر للشيء فبيكون الطلاق حتميا هو النتيجة المحتومة قضائيا لأن كده كده هو مش هبحث في الأمر من غير أصحابه لأن الكلام طبعا بيبقى على مسؤولية أصحاب الشأن فيه مش هجيب له دلايل أو هجيب له قراء من بره أعرف أتكلم فيها ولكن فيه نقطة مهمة جدا أنا عندي مكاتب تسوية المنازعات الإنسانية وهي بيتعرض عليها كل يوم أكتر من أربع تلاف منازعة يومية من إسكندرية الأصوات دور مكاتب المنازعات لازم يكون محوري أكتر من ذلك أنا عايز أديهم صلاحيات أكتر من ذلك بمعنى أن أنا كده كده هذه المكاتب أنشأت من أجل أنها تخف العبء عن المحاكم في الأمور الزوجية أو في المنازعات الزوجية وتوقف حالات طلاق بدل ما يوصلوا توقف حالات طلاق توقف أي خلاف موجود بشأنه لأن كل الخلافات بدازم بتعرض عليها أحياناً لو وصلنا أننا خلال هذه المكاتب التسوية أننا في الخبير النفسي والخبير الاجتماعي والخبير القانوني بدراسة الأمر بدراسة مستفيدة مع الطرفين ممكن يعدلهم أو ممكن يعدلهم قرار يكون سببه هد بأسرة ويساعد القادي في مرحلة ما بعد هذه مرحلة التسوية أنه ما يكونش عنده نزاع من الأساس حلو هنا بقى دي لعب الدكتور مونة باعتبارك استشاري ومرشد نفسي وأسري وما إلى ذلك كم في المية من الحالات اللي بتشوفيها بيرجعوا عن قرار الطلاق وربنا يهديهم كده وبيصلح أحوالهم وبيكملهم على فكرة ممكن يتراجع الناس كتير جدا عن قرار الطلاق بس إذا كانت فعلاً مكتب تسوية المنازعات والأخصاء النفسي والمرشد النفسي وكل الحاجات الحلوة دي ليست مجرد إجراء ولكنها مفعالة بشكل حقيقي وإن فكرة أن أنا بدعي الزوج والزوجة عشان يجوا يسووا الموضوع وفي الآخر هو ما بيجيش وهي ما بيجيش وبيتكبروا على بعض اللي هو أنا مش عايزك عايز يقول لأنا مش عايزك ويقول لأنا مش عايزك لو جيت يبقى أنا كده عايزك المفترض بقى أن أنا ضمن الحلول اللي أنا عايز أقترحها عشان نحد من حالات الطلاق أن تفعيل مكتب التسويات ده بشكل حقيقي مكتب دي يعني يقول لتلات تلاف حالة يوميا هو عارف الدكتور عاصم عارف أن هو شكله سوري وأن هما ما بيحضروا لابد أنه يكون فيه إجبار للحضور ويترتب أيوة يترتب على عدم الحضور ليه تلات مرات أو أربع مرات يبقى فيه غرامات والغرامة كل مرة رفضي تبقى مضعفة أو أن يكون فيه رفضه للمجيء كل مرة إسقاط حقه من حضوكه هو ده التفعيل إنما أنت جاي بين اتنين متنفرين واللي عند ركبهم وعايز تقولهم تعالوا صلاحكم حييجوا مش هيجوا يقول لك لأ ده أنا لما روحي بقول لها أن أنا عايزي لأ ده أنا لازم ما روحش عشان أقول لها أنا مش عايزي فلحظة الخلاف بين الزوجين اللي هما بقى الشيطان بيركبهم زي ما قالوا في التقارير إنه هو بقى عنده وراس براس والندية على فكرة بمناسبة الندية أنا أرجع أقول اللي أنا قلته في الفاصل إنه من ضمن أسباب تزايد معدلات الطلاق فكرة الحركات النسوية المتشددة اللي هي بلا ضابط اللي هي طول الوقت قاعدة بتعمل حالة من العداء والصراع بين الذكر والأنسة الرجل والمرأة هذا بيخزن في العقل اللا واعي في الساب كونشوس قوة العقل اللا واعي بيفضل متخزن اللي لاحظة أنا مختلف معاك الرصيد ده كله بيطلع على فكرة دي حقيقة علمية فإحنا عايزين يكون الترويج في حدود المصلحة هو أنا بروج لإيه أنا عايزة أتساوب إيه طب ما أنا ليه مكانتي وهو ليه مكانته إحنا مخلوقين نكمل بعض مش نساوي بعض إلا كان ربنا خلق كل رجالة وكل سكت ما هو خلق ده شكل وده شكل إحنا مخلوقين عشان نكمل بعض إنت عندك خشونة الستة عندها نعومة إنت عندك شدة هي عندها ضعف إنت عندك تحمل مسئولية هي عندها برضو الأمومة إنت عندك أبوة كده فليه إحنا برضو الحركات النسوية تدافع عن المرأة المظلومة ولكن ما يكونش على الإطلاق إن إحنا طول الوقت عاديين بنحارب في الرجالة ورجالة يحاربوا فينا ويدايقوا إن إحنا بنحاربهم ويبقى عندهم حالة صراع فطبعا دي من ضمن الأسباب كمان الزواج الهروبي ونثبت إن برضو في التقرير هي بتتجوزش ونتهرب من البيت وبيقى متسلط عليها الفكر الهروبي في الزواج أول ما تلاقي وهمية الاختيار والخيال بتاعها برضو بتهرب بالطلاق والولد بيهرب بأن هو يتجوز لو كان فاشل في حياته التعليمية أو الدراسية أو هو فاشل في قصة حب وعايز ياخد انتصار وهمي بالكبول والأهل نفسهم أحيان بيهربوا لما يكون الولد اه طبعا ده مليانة تفاصيل اه 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 احنا عايزين نقول الحلول بقى انا عندي الحلول انا عندي الحقيقة جملة شهيرة بقولها في البرنامج ده الحقيقة فطر ولكن القعدة دي ما بتحسبش هم هلو دي الوقت خلص بس احنا عايزين فعلا مش بس ناقش الحلول واضح ان احنا لسه في عندنا المزيد من المسببين فانا عايز ان شاء الله برضو نيجي تاني نتكلم على بقية الأسباب ونتجلم فيما ونيجي تالت نتكلم على مسألة الحلول ان المسألة ما هياش عينة زيادة 14 و 17 عن السنة اللي فاتت الحكاية بتزيد وبتتفاق لكن خياني اشكركم جدا بجد على وجودكم انا كنت عايزة اقول حاجة صغيرة بس في الحلول حل مهم جدا في 30 ثانية في 30 ثانية اولا احنا محتاجين ان احنا نعمل حاجة اسمها الدورات تأهيل المقبلين على الزواج وانها ما تحصلش فقط من ساعة ما انت داخل الجواز لا من سنة اولى جامعة تكون ضمن هذه المقررات وتأخذ في الأجازة وتأخذ في أثناء الدراسة وتكون اجبارية ونرجع ورا كمان شوية وان اعمل حاجة اسمها التربية الأسرية في المدارس من اول ابتداء كل حسب مرحلة عمرية علشان نرصح قيم الأسرة ونرجع الأخلاق والقيم ونعرف يعني ايه راجل انه طبحته ايه وسماته ايه والستة يعني ايه وان هما ازاي توفقوا مع بعض ويعني اسرة ويعني اتحمل المسؤولية وبرضو حكاية القوانين القوانين برضو طيب هرجع اقول لكم القاعدة دي فعلا ما تتحسبش بس شرفتونا وانورتونا وانحنا يبقى في عندنا كمان جلستين كمان زيادة عن الجلسة الأولى وكل الشكر مرة تانية الدكتور مونة حمدي استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والأسري دكتور عاصم جاد الخبير القانوني والمختص بأضايا الأسرة نورتنا وشرفتنا حلقتنا خلصت لحد كده لأسف الشديد زميلي بلمشوناتهم وخارجين أصلا من الستوديو نوين يسابوني لكن لو كلنا لعمر ان شاء الله هنتقبل يوم السبت الجاي وفي نفس المعاد وبرنا ماجيكم التاسعة سلامات موسيقى